السلام عليكم طبعا خير يا شباب وقت ما اسموه الفيديو ده عرفت ان انتو زيقتوا خلاص من الانترو العظيم اللي في حسن بس ايه خلاص بنقفل يا شباب فيديوهات عملي البرسيطولوجي الخاصة بموديله جي اي تي خلينا كده نتكلم سريعا ان عمل البرسيطولوجي هيجيلك مجموعة من السلايد مطلوب من حضرتك ان انت تجاوب على ثلاث اسئلة مش الثلاث هيجولك في الامتحان ولكن احنا بنقول انواع الاسئلة او احتماليات الاسئلة اللي ممكن تحصل في الاسئلة يعني دكتور رئيس الاسم مهما حصل ومهما عمل وهو ما عندوش غير ثلاث انواع اسئلة هيسألك فيه السؤال الاول هيكون وده ساعتها تكتب الاسم كامل وههعرفك يعني هي تكتب الاسم كامل تمام؟ بعد كده السؤال التاني هاو دو يو نو ات او هاو تو ايدنتفاي يقولك انت ازاي عرفت ان الصورة دي مثلا هي الفاشيولة هبتك ازاي عرفت ان الصورة دي هي تريبانو سوم بروسي ازاي عرفت ان الصورة دي هي البلازموديوم فالسيبارم يعني بتكتب حاجة اسمها الكومنت وده موجود في مذكرة العملي اللي هنقوله دلوقتي مع بعض يعني انت كل الفكرة انا هقولك ان الشريحة دي بنعرف انها كذا كذا عن طريق رجلها طويلة لونها بني بقها مدور رجلها مسلسة الاشكال والحاجات التي احنا بنقولها دي بس هنكتبها ان انجليش ليس اكثر ولا اقل يعني هي نفس طريقة معرفتنا ولكن هنصغها ان انجليش هنصغها بطريقة علمية يبقى اول سؤال وده لازم هيجي لك ده كده نسبة احتمارية وجوده في الامتحان ده 100% اصطوع جايب لك شريحة جايبها لك ليه اكيد مش جايبها لك عشان خطر يعرفك عليها واجاي لك قل لي اسمها ايه فده اول سؤال السؤال الثاني ممكن يقول لك هاو تو ايدنتفاي عرفتها ازاي فاديكتب الكومنت وده مش شرط يجي يعني ده ممكن اه ممكن لا على حسب مزاج رئيس الاسم رئيس الاسم لو عايز يرخم عليه هيجيب لك السؤال ده شايف ان الموضوع بسيط وكده لا خلاص مش هيجيب لك السؤال ده طيب يبدأ ده كده السؤال الثاني السؤال الثالث اي حاجة لها علاقة بالنظر انا مثلا بسألك دلوقتي في الدودة اللي اسمها ديليتم اي حاجة لها علاقة بالنظر يبقى بالدليتم منت اي اجابة تكون ايه اجابتها كلمة كلمتين عشان خاطر وقت الامتحان بسألك مثلا على الاسكاريس لمبريكويل بسألك على البلانتيديوم كولاي ايا كان فانا بسألك على معلومة لها علاقة بالنظري احنا نكون مذاكريين منهج النظري اذا ده هيكون موضوع بسيط يبقى انت بتجاوب من مذاكرتك اللي قبل كده عشان كده وانت بتذكر النظري اتمم عليه كويس اكد عليه كويس لانه مهم هيفيدك في امتحان النظري وكمان هيفيدك في امتحان العمل طيب يا دكتور انا ازاي اكتب الاسم كامل اللي يخليني اكتب الاسم كامل ثلاث خطوات تمشي وراهم لو مشيت وراهم اتأكد ان انت كتب الاسم كامل وانت خارج من الامتحان لو لقيت صاحبك الغتت اللي بيحب يراجع معك بعد الامتحان وبيبقى عنده غية انه يبقى لك ان انت غلط سيبك منه لان انت هتكون ماشي في الثلاث خطوات اشان اكتب الثلاث خطوات دول باعمل ايه باكتب رقم واحد اسم العيلة وده بيكون الحرف الاول بتاعها كابتل اي دودة لما كنت بقى اروه للك كنت دايما بقوله لك بصورة مقطعية كل الديدين كنت بقوله لك في صورة كلمتين اه الكلمة الاولى بتعبر عن اسم عيلة الدودة وده بيكون الحرف الاول بتاعها كابتل والكلمة التانية ده اسم الفارد وده بيكون الحرف التاني سمول فانت بتكتب اسم الدودة جايلك شريحة بتتكلم عن الفاشيولة اكتب لي والله يا دكتور فاشيولة هبتك فاشيولة جايجنتك جايلك شريحة بتعبر عن الشيستزومة اكتب لي الشيستزومة منصوناي فاهمين الله طماشي ازاي؟ الاسم الفارد ده مش شرط احيانا احيانا بتبقى في حاجات مشتركة يعني مثلا احنا عندنا عيلة مثلا مثلا اسمها تينيا التينيا دي في منها فاردين سليم وسجنات في صور لازم اقول ان دي تينيا سليم كزا ودي تينيا سجناتا كزا لان مختلفين فيبى لازم اكتب اسم الفارد يعني في صور لازم اكتب فيها اسم الفارد وفي حاجات تانية بيبقوا لتين مشتركين مع بعض يعني مثلا الاج بتاعتهم شبه بعض فمكتبش تينيا سليم عند سجناتا اج لا بكتب تينيا اج يببى لي لازم يتكتب هو ده اسم العيلة اسم الفارد اذا وجبت كتابته نكتبه حسنا ان ما قالوش لازمة خلاص احنا ليش ما بنكتبوش يبى اول حاجة اسم العيلة تاني حاجة اسم الفارد تالت حاجة هو اكيد بيبى جايب لك مرحلة معينة جايب لك مثلا مرحلة احنا لو بنشرح لك مثلا هلمنت يعني دودة تريماتود او سستود او نيماتود فهو غالبا الصورة بيبى عليها حاجة من ثلاثة اساس تم دماغك على كده الصورة بيبى عليها حاجة من ثلاثة يا اما الاج وبتتكتب زي ما هي فشيولة هبتك اج تينيا صليام اج يا اما جايب لك منظر اللارفة اللي هي اللي بنسميها يارطة ودي بيبى لها اسمه ممكن يكون اسمها سيركاريا ممكن يكون اسمها سيستي سيركاس ممكن يكون اسمها فلاري فورم لارفة فنكتب اسمها يا اما جايبها لك في صورة اضلت وقلت لك ان الاضلت اما يكون ميل او في ميل او تكون الدودة هرمافرودايت فساعتها مش عارف احد اذا كانت ميل فبكتب اضلت وخلاص يبى يا دكتور اسم العيلة وده بيبى الحرف الاول اسم الفرد وده بيبى الحرف الاول السمول اللي هي الكلمة التانية بعد كده المرحلة والله لو جايب لك صورة من صور الديدان فغالبا المرحلة دي اج يا لارفة يا اضلت الاج تكتب زي ما هي اللارفة اكتب اسمها على حسب هو جايب لك انهي لارفة والاضلت والله لو كانت الدودة هرمافروديتك زي الفاشيولة والهيتروفس وكل السيستود بنكتب اضلت طب لو كانت سيبرت سيكس زي الشيستزومة او النماتود بنكتب ديميل ولا في ميل ولازم نكتبها في الامتاحة اللي لو ما كتب نهاش نص الدرجة بتروح طب لو هو جايب لك صورة بروتوزوة بنكتب بقى هي دي سيست ولا تروفوزويت مستي جوتس بوروزويت او او سيست على حسب بقى ايه المرحلة اللي هو جايبها لك عشان خاطر تتكلم عليها لحد دلوقتي حد عنده مشكلة طيب تعالا يلا كده يا دكتور بما نبدأ باسم الله شرايح العملي الخاص بموديول الجي اي تي طيب نظرة سريعة كده يا دكتور ده كده تقسيمة العمل اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها هنشرح شرايحنا عندنا المفروض الهلمنت اللي هم الديدان عبارة عن ثلاث انواع فيه تريماتود اللي هي الديدان المفلطحة ودي هتتعرف من اسمها مفلطحة يعني بتبع عبارة عن دودة فلاد كده محطوطة على الشريحة وديدان السستود ودي بتبع عبارة عن ديدان سيجمنتد شريطية هتلاقيها متقطعة مش اعرف اجبلك دودة كاملة على الشريحة بس اخدلك اجزاء كده وحطها على الشريحة اللي هي فيها سيجمنت او فيها سكوليكس وديدان النيماتود اللي هي الاسطوانية ودي بتبقى واضحة وضوح الشمس دودة اسطوانة دودة عاملة شبه القلم اللي حضرتك ماسكو في ايدك دلوقتي وبتكتب وراي يباحنا يا دكتور هنتكلم اول حاجة Shepherd المهم فيها وكلم لك على الاج بتاعتهم كلهم يعني انا بدل ما اخد لك ايج تريماتود لوحدها وايج السستود لوحدها واجج النيماتود لوحدها لا انا باخد لك الاجات كلهم مع بعض عشان ايه المتشابهات سوا انا ما مش لازم التزم بالكتاب مش لازم الالتزم بالداتا في الترتيب انا يهمني ان انت كل حاجة تكون عارفها صح? طيب يا بنا المفروض بكون امين في نقل العلم لك ان انا بكون بديك حاجات المتشابهات يتذكروا مع بعض بحيث في الامتحان انت كده كده عارف ان دي اج بس ساعتها بقى لو انا بشرح لك كل اج لوحدها هتقول لي يا دي تريماتود ولا سيستود لا 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 انا فصلتلك الاج ده وكأنه شبطر مستقل وفي الاخرى هنتكلم على شرائح البروتوزوة طيب تعال باسم الله كده اما نبدأ مع بعض شرائح التريماتود طيب بركز كده معي يا دكتور بسم الله بدأنا ايه يا دكتور الدودة اللي قدامك دي ده عبارة عن شرائح التريماتود بس الاول هم عبارة عن ثلاث ديدان فاشيولة هباتيكا وجيجانتكا شستزومة منصوناي وهتروفيس اتروفيس ادي الددان اللي عندنا تمام طيب بص كده عالدودة دي يا دكتور دودة عبارة عن لونين فاتح جوه غامق برا اسمها فاشيولة اضلت اسمها ايه فاشيولة اضلت تاني تاني دودة عبارة عن لونين فاتح جوه وغامق برا دي اسمها فاشيولة اضلت اسمها ايه فاشيولة اضلت يبقى دودة عبارة عن لونين فاتح جوه وغامق برا اسمها فاشيولة اضلت طيب انا عايز افرق الهباتكا عن الجيجانتكا بص يا دكتور ببص هنا على الدودة يمكن اللونين هنا مش واضحين ولكن لو زوامت شوية تلاقي هنا تلاقي حس فاتح وهنا بيبقى غامق تمام لو لقيت الدودة قصيرة لقيت الدودة قصيرة ولقيت البوردر ده لقيتهم يعني انت لو مسكت البوردر ومتدت على الخط مشيت ورامة على الخط هيلتقوا لو لقيتهم عاملين المنظر ده كده يعني تحس انهم عاملين زي القوس كده وقوس النحيا دي لو لقيت المنظر ده يبقى دي اسمها هباتكا يبقى اسمها فشيولة هباتكا أضل يبقى دودة عبارة على لونين فاتح وغامق تبقى فشيولة أضل انا بخلصك على طول العيلة اسمها فشيولة والمرحلة أضل لو لقيت التو بوردر نوت برل تو ايتش أضل يسمها فشيولة هباتكا أضل طيب بص كده على المنظر ده دودة عبارة على لونين فاتح جواه وغامق بره تبقى فشيولة أضل طيب ببص على التو بوردر اولا الدودة طويلة والتو بوردر ادي بوردر عامل كده ادي بوردر عامل كده شبه متوازيه لو لقيتهم two barrel to each other يبقى دي اسمها فاشيولة جايجانتكا أضلت اسمها ايه فاشيولة جايجانتكا أضلت يبقى احنا عندنا اول تصورتين صورة الفاشيولة أضلت بتعرفها ازاي ده عبارة عن لونين فاتح جوه وغمق بر فاتح جوه وغمق بر لقيتهم نوت barrel to each other يبقى دي اسمها هيباتيكا لقيتهم barrel to each other يبقى دي اسمها جايجانتكا حتى وفي الكومنت يقول لك ايه ان دي طولها 3 في 1 ونص لكن دي طولها 6 في 1 ونص يعني دي ضعف دي هنا two border عاملين conversion كلمة conversion دي معنى انها عاملة زي القوس عاملة كده وكده لكن هنا two border يكونوا barrel to each other في الكومنت يكتفي بتكتابة كومنتين اتنين بس يعني انا فيه صور عندك هتلاقيني اللي هي الحتة دي كده يا دكتور هنا بيقول لك انها prominent يعني واضحة لكن الكون هنا مش واضح تحس انها داخل في قلب الجسم مش حايز بقى خش في التفاصيل دي انت حفظ انها 3 في 1 ونص 6 في 1 ونص conversion barrier to each other بس خلاص خلاص الموضوع لكده طيب المنظر دي يا دكتور قول لبتاعت البولنج عارفين لما بروح نلعب بولنج مش الكورة بتروح جاية خبط عشر بارزي كده بنروح جاية خبطنها عشان خطر نقفل اللعبة ها دي كده عاملة شبه البار بتاع البولنج القولة بتاعت البولنج اللي مدلوقة عليها قهوة في المص دي اسمها هتروفيس هتروفيس أدلت اسمها ايه هتروفيس هتروفيس أدلت اسمها ايه هتروفيس هتروفيس أدلت حد عنده مشكلة في الكلام ده يبقى دي اسمها هتروفيس هتروفيس أدلت اهو الأولى اللي مدلوقة عليها أهوة في المص اسمها التروفس أدلت الكومنت بتاعها بيقولك أنها عندها ثلاث أنواع من السكر أورال وفنترال وجينيتال دي البدودة الوحيدة التريماتود اللي عندها جينيتال سكر يعني في عندها سكر عند الجينيتال بور وفي نفس الوقت قول التركيب بتاع الجي اي تي ماوس وفارنيكس واؤسوفيكس واثنين انتستينال سيكا اللي هو التركيب بتاع الجي اي تي لما كنت بشرحه لك في النظر قد الكومنت فيه مشكلة يعني كلام هبل مافيش فيه مش محتاج ان انت ايه تقعد ده وتحفظ وتصم لا هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله لو فيه حاجة معاينة هنزوادها مافيش خلاص طيب الدودة الحمرة الرفيعة دي كده يا دكتور اللي فيها نقط صودة دي اللي اسمها شستزومة منصوناي في ميل اسمها ايه شستزومة منصوناي في ميل دكتور احنا عندنا الشستزومة أصلا دودة هيرمافروديتك ولا سيبرت سيكس لا كنت بقولك ان شابتر التريماتوت كله هيرمافروديت باستثناء الدودة اللي بحرف الاس هي السيبرت سيكس يعني شستزومة منصوناي دي ايه دودة ايه دودة سيبراتد يعني في منها ميل وفي منها في ميل لو لقيت الدودة حمرة كده يا دكتور وفيها نقط صودة كتير دي اسمها شستزومة منصوناي في ميل لو لقيت الدودة حمرة فيها نقط صودة كتير شايفين السواد اللي انتو شايفينه ده دي اسمها شستزومة منصوناي في ميل بس لو خدت بالك مصورة دي بص بص النقطة الصودة هي والدودة ماشية هي بس في دودة تانية كبيرة شايفين الدودة الكبيرة دي يا دكتور ايه ده الميل يعني ده الميل يعني ده كده المنظر اللي انت بنشوفه وهم حضنين بعض وهم مسين في الدم عكس اتجاه الدم فاكرين الحب اللي احنا كنا بنقوله فبعد اذن الحب دي اسمها شستزومة منصوناي قبل اسمها شستزومة منصوناي ايه قبل اسمها شستزومة منصوناي ايه قبل يبقى دودة حمرة فيها نقط صودة شستزومة منصوناي في ميل دودة حمرة لا مش دودة دودتين مع بعض كده يا دكتور فيهم نفس منظر الدودة الحمرة اللي فيها النقط الصودة يبقى دي شستزومة منصوناي في ميل وهي الميل بتاعها ، فهذه القبل و انظ desapه dont thinker لديه دودة الخينة��product m اذهب لما نقوم بالصهم الأحمر وهذه الميل يقوم با mand run ولكن الهبوع لنلخ بچه شايف ذهب الحمرة اللي فيها نقط صودة هذه دي كده الشاستزمون بس لقدüضبتين في بعض يبقى Jahres t zum71 شاستزمون عيزين نعمل complaint على الشاستزمون فيميل الفيميل بيقولك والله يا دكتور اللي بيبقى فيهاアنتيريور الأوفري بيبقى موجود أنتيريور بتبقى مليانة بتبقى الأوفري أنتيريور وبتبقى مليانة بتبقى اكتر كفاية اوى كده طب القبل نفس الكلامي يعني Julian true يقول له والله إن الفيميل بتبقى عبارة عن الأوفري موجود أنتيريور ومليانة حاجة اسمها فيتالاينجيلاند الفيتالاينجيلاند دي عبارة عن غدد بتفرز مواد بتساهم في تكوين الجنين يعني الفيميل لما بتبقى حامل وجواها إج تغزية الإج بتاعتها بتكون عن طريق الفيتالاينجيلاند دي تمام عشان بس لو أنت عايز تعرف فيها بإيه طيب إحنا نكتب نفس الكلام مش دي قبل مش دي ميل وفيميل اكتب نفس كومنت الفيميل قوله والله يا دكتور شايفين دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بيبقى فيها من ستة لتسعة تستس مترتبين في كلاستر مترتبين في حاجة اسمها منظر عنقودي يبقى يا دكتور لما يجي اسألك على كومنت القبل هتكتب نفس كومنت الشيستزومة منصوناي في ميل وتزود نقطة إن فيها تستس من ستة لتسعة مترتبين في كلاستر زمان لما كنا بنقارن في المنهج القديم ما بين الشيستزومة هيماتوبيام والشيستزومة منصوناي كنا بنفرقها عن طريق عدد التستس دي على فكرة كانت الهيماتوبيام من ثلاثة لأربعة دي بيبقى من سبعة لتسعة أو من ستة لتسعة يبقى دا كده يا دكتور لكومنت بتاعنا حد عنده مشكلة خلصنا القضل طيب إحنا خدنا الفشيولة قضلت هباتيكا وجيجانتكا لو كانت قصيارة والتو بوردر نوت برر اللي تبقى هباتيكا السريح اسمها فشيولة هيباتيكا أضل لو كانت طويلة وبوردر لتوئيتش أضل جيجانتكا أضل فشيولة جيجانتكا أضل قلت البولنج اللي مدلوها عليها هو في النص هتروفس هتروفس أضل دودة حمراء فيها نقاط رفيعة فيها نقاط سودة شيستزومة منصوناي في ميل لقيتها ركبة جوا حاجة شيستزومة منصوناي قبل خلصنا القضلت حد عنده مشكلة طيب هدو تيل هدو تيل سيركارية إلى أن يزبط العكس أي صورة كده دخلت عليها في الامتحان هدو تيل نورمل هدو نورمل تيل سيركارية هدو تيل تبقى سيركارية هدو تيل تبقى سيركارية هدو تيل تبقى سيركارية هدو تيل تبقى سيركارية طيب ما أنا عندي السيركارية كم نوع ثلاثة ما أنا عندي فشيولة وشيستزومة وهتروفس يبقى نفس التلاث أنواع لو لقيت هدو تيل هدهو وتيلهو والتيل نورمل بص مشي مع التيل كده ما فوش اي حاجة تيل ماشي 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 عادي خالص نورمال خالص لو لقيتها نورمال تيل يبقى دي اسمها فاشيولة سيركارية اسمها فاشيولة سيركارية يا السلام بقى لو حد شاطر مذاكر نظري ومقفل وتقفيلة حلوة هيعرف ان اسمها فاشيولة سيركارية او اسمها لبتوسيركس سيركارية اسمها ايه لبتوسيركس سيركارية يبقى لو لقيت هدو تيل ونورمال تيل عادي كده عاملة زي التجربة بتاعت طالع منه يبقى اسمها فشيولة سركارية أو ليبتوسركة سركارية طيب هد وتيل بس بص التيل كده طيب نفس الكلام هد وتيل بس التيل التيل الأخراني التيل فيه بيبقى متون ohi ٧ ٧١٢٥ٓ٢١يية َ٠٠٢٪٣ٯ٥٣٥ٰ٥٥٣٥٥٢٦٥٦٦٥٢٥٥٪٦٪٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٢٥٥٥٥٥٥٥٥٩٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥� بتاع الهيتروفس. دي بتبقى عبارة على الرسمة. يعني احنا ما عندناش منها صورة حقيقية. ما عندناش منها غير الرسمة دي. فاعرف فس افتكر المنظر ده. يبقى يا دكتور. لقيت نورمال هيدو تيل. فشيولة سيركاري. الكومنت عبارة عن ايه? ولا حاجة. هيدو تيل والتيل نورمال. ليه بتو سيركس? لقيت هيدو تيل بس التيل مشقوق فوق الشيشتزومة سيركاري. الكومنت بتاعنا هيدو تيل والتيل بيبقى باي فوركيت عند الديستل ثيرد. يعني التيلة الاخير بيكون ايه باي فوركيت يعني متشقق. طب هنا هيدروفسس اركارية هيدو تيل. والتيل بيكون t crossedheure ديبي باي ميبرين. خرصت هيد الكمنت سهل ازاي؟ ولا اي حاجة اللي بقولك عليه ازاي الشريحة. هو نفس الكمنت. حد عنده مشكلة في كيس ماليان كور حمره فشيول ريديا لو تفتكر كنت باقول لك ان الجنين كان اسمه ميراسديام او كنت بقولك اللي ما يتسميه صح ؟ او النية سيدينه كان لما بيدخل جفه اللي سنيل بيتحول لمرحله اسمها سبوروسست بعد كده مرحله اسمها السلை و سير كاري هذا هو المرحلة قبل السركارية يعني هذه المرحلة بعد قليل ستكبر وتعطيك هذه المرحلة هل تفهم؟ حتى تفهم الله تنشي ازاي؟ يبقى كيس ماليان كور حمرة فشيولة ريديا أريد أن أقول لكم منتبعي يا دكتور ولا أي شيء أقول والله يا دكتور نبي بيبقى فيه موس وفارنيكس ولسه الجي ايتي ما تكونتش يعني لسه فيه بريماتيف جط يعني الجي ايتي لسه بريماتيف لسه أولية وخلاص بس مش عايزك تكتب اكتر من كده كفاية قوي كده مش عايزك تكتب اكتر من كده فلا خلاص يا دكتور كفاية قوي كده طيب يا دكتور عايزك تكتب حاجة أقول لك تزق السيلندريكال يعني بيبقى شكلها شبهة لسطوانة شوي ايه يا دكتور بس احنا في ديدان مفلطحة ايما هدي مش الدودة دي دي لسه جانين لسه هيكون دود يبقى دي سيلندريكال بيبقى فيها موس وفارنيكس وريماتيف جط حد عنده مشكلة في الكلام ده طيب ايه المنظر ده؟ شايفين الخطوط الخضرة دي؟ الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده عارفين ايه دي؟ الخلفية دي عبارة عن ايه دي ورقة شجر الخلفية دي عبارة عن ورقة شجر تمام؟ ورقة الشجر دي عليها دايرة ودايرة ايه بقى الدايرة والدايرة دي؟ دي يا دكتور اللي اسمها انسيستيد ميتا سيركاريا اسمها انسيستيد ميتا سيركاريا الدواير اللي عندنا دي بتبقى عبارة عن انسيستيد ميتا سيركاريا بس دي انسيستد ميتا سيركاريا محطوطة على خلفية ورقة شجر غراس غراس ورقة شجر مين يا دكتور الدودا اللي كانت بتيجي عن طريق اكل الخضار اللي مش مغسول آه فاشيولا يبا دي اللي اسمها فاشيولا انسيستد ميتا سيركاريا شوف اللي اسم طويل يا دكتور أيوة ما انت ما تحفظوه اللي انت وده ما كيكتبه دي عبارة عن ايه دي عبارة عن انسيستد ميتا سيركاريا محتوطة على خلفية ايه خلفية خلفية عشبية يبقى دي بتاعت مين بتاعت الفاشيولة يبقى فاشيولة هتكتب كده في الكومنت the same structure of the circaria وذو التيل ما هي الانسيستد متاسيركاريا دي عبارة عن circaria تغلفت فهي بتبقى عبارة عن رسم تغلفة يعني الهيد of circaria بطو ذو التيل والخلفية هنا عبارة عن ايه طيب شايفين الكور ديه دكتور الكور الكتير الكور الكتير اللي موجوده هنا وهنا وهنا وفي كل حتة دول عبارة عن инسيستد متاسيركاريا بس الخلفية لونها احمر دي خلفية عضلية يعني دي عضلات ودي عضلات المصر من الدودة اللي كانت بتيجى عن طريق اكل لحم السمك الني اه برافو عليك الهيدروفيس يبقى دي اسمها انسيستد متاسيركاريا انفش مصل بتاعت الهيدروفيس يبقى هيدروفيس هيدروفيس انسيستد متاسيركاريا انفش مصل طيب يا دكتور وحنا هنا كتبنا فاشيولة ايه هباتك ولا جوجانتك ما هما الاتنين بيجوا بنفس الطريقة انا معرفش دي متعرفنيش زجاد دي هباتك ولا جوجانتك انا بالنسبالي دي عبارة عن دايرة يبقى موجود على ورقة شجر يبقى انجراس اللي بتيجى عن طريق الموضوع ده هي فاشيولة يبقى اسمها فاشيولة يبقى مش شرط دايما نكتب الاسم التاني احيانا كلمة القولة بتكفي وخلاص طيب دي كده برضو نفس الكلام بص تركز كده دايرة ودايرة 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 ودي بوضح انها خلفية عضلية واضح انها ايه خلفية عضلية واضح انها فيش مصل يبقى دي اسمها هتروفس اتروفس انسيستي دميتا سيركال ان فيش مصل حد عنده مشكلة في الكلام ده طيب ادخل معايا يلا في شبطر النيماتود يعني يا دكتور كلمة نيماتود يعني ديدان استوانية هي عبارة عن مجموعة ديدان بتتميز بانها شبه الاستوانة اي صورة هقلبها لك هتلاقي عبارة عن الاستوانة بص ديدان كلها ديدان كلها عبارة عن استوانات دي كل دي عبارة عن طيب احنا عندنا كام دودة هنشرحهم في العملية عندك اول حاجة الاسكاريس لامبريكوين بعد كده الترايكوريس ترايكوريا بص بص كل ده انا بقلب هي استوانات ماشي بعد كده الانتروبياس فرميكيولاريس بعد كده الانكليستومة ديودينال وبنت عمها النيكيتور امبريكانيس بعد كده هناخد كده لقطة لقطة صغيرة بس لقطة كده صغنونا خالص عن السترونجيلودستريكولاريس يعني احنا هناخد واحد واثنين وثلاثة وخمسة وحتة كده صغيرة على الرقم سبب ديدان المشروحين في العمل شابطر النيماتوت كان بيتميز بانه هو هيرمافروديتك ولا سيبارت سيكس يب احنا هنا لازم في الشابطر ده لما تجيلي صورة دودة اضلت لازم افرق هي ميل ولا في ميل لما كانت هيرمافروديتك زي مثلا حالات الفاشيولة والهيتروفس ما كنتش بتكلم كنت بقولك فاشيولة هبتك أضلت فاشيولة جاجونتك أضلت هيتروفس هيتروفس أضلت بس وانس بقى عندي ميل وفي ميل لازم احدد يبنا هنا لازم افرق الميل عن الفيميل طيب عايزين يا دكتور ناخد قعدة عامة عشان نرتاح بصوا يا أولاد شابطر النيماتوت يتميز بالتالي في كلمتين انت هتكتبهم لما تيجي تقول ده ميل ولا في ميل اولا النيماتوت يعني ايه بالعربي يعني ديدان استوانية فانت اول كلمة تكتبها في الكومنت يوم ما تنسى cylindrical worm دكتور انت عرفت ازاي ان دي ابني اسكارز قوله لا رقم واحد انا شايف انها دودة استوانية فشكت انها اسكارز يبقى اول كومنت بيتكتب ان هم cylindrical worm اول كومنت بيتكتب ان هم ايه cylindrical worm طيب يا دكتور ازاي افرق الميل عن الفيميل بصة نظرة كده صغيرة تقولك ده ميل ولا في ميل قالك بص على نهايتين دودة اي دودة اي دودة بيبقى لها نهاية ونهاية اي دودة بيبقى لها نهاية ونهاية صح بص على نهايات الدودة عايز اعرف هي دي عبارة عن ميل ولا في ميل قالك لو لقيت في نهاية من النهايتين عملة منظر coiling ازا ده ميل يعني ايه كلمة coiling يعني لقيت يا دكتور ان هيا لفة على نفسها يعني بص الدودة ماشية هي عادي بتلف لفات عادية خالص وبتاع بس مرة واحدة عملت اللفة دي القطمة دي كده اسمها coiling القطمة دي كده اسمها ايه اسمها coiling اسمها ايه دكتور coiling لو لقيت في coiling يبقى ده ميل ما لقيتش في coiling النهايات مفروضة يبقى ده في ميل شفت القاعدة سهلة ازاي يبقى بص على الدودة على احد نهايتين الدودة لو لقيت في coiling يبقى ده ميل ما لقيتش في coiling يبقى ده في ميل طب بص على المنظر ده برد منق ب been the p-d как Getrenaline هذه اسمها المنظر اللي قدامك ده عندما تلاقي دودا اصطوانية بتلمع وتعب يعطي منقعة في مية وذلك الاسكاريز اسم العلو جيد اسم الفارد المبي conv لكن ما أرغبني orden أنا أجبي الصورة نصين يعني مثلا النصها قالك بالله اركز تركز كده ينال النهاية دي مفروضة إنالنهاية دي مفروضة طالما النهاية مفروضين يبقى ده في ميل طيب بص هنا كده هنا دي عبارة عن النهاية مفروضة وهنا النهاية ملفوفة طالما النهاية ملفوفة تبقى ميل يبقى يا دكتور دودة صفرة كاملة بتلمع تعرفها ازاي الميل بيبقى في كويلنج الفي ميل ما فيهاش كويلنج عايز اكتب الكمبينت يا دكتور ولا اي حاجة هتقوله انها عبارة عن شفت كلمة كريمي بتلمع هنا البستيريور اند بيكون كيرفد هنا البستيريور اند بيكون بس خلاص هو بيقولك اصلا الاند بيبقى فيها أصلا فيه ماتحفظش الحاجة اللي هي تلود عليك اعرف اللي انت بتشوفه فعلا خليك صادق في الكومنت بتاعي انا والله شايف انها شايف انها كريمي ان كلور تحس انها فيها جزء لامعة كده وشايف ان هنا فيه كويلنج في البستيريور اند هنا ستريت في البستيريور اند بس خلاص خش على اللي بعد جايب لك بقى النهاية النهاية بتاعت الميل النهاية بتاعت الميل يعني جاب لك أسكاريز لمبريكويد ميل بوستيريور اند هو جاب لك أسكاريز لمبريكويد ميل بوستيريور اند لها منظرين لو جاب لك الصورة من بره كده من بره الميكروسكوب هتلاقي أنها عبرها عن قطعتين قطعة هي وقطعة هي لو جابها لك من تحت الميكروسكوب بتبقى دودة سودة تخينة لو جابها لك من تحت الميكروسكوب بتبقى دودة سودة تخينة اه يا دكتور دي كده اسمها الاسكرز لمبريكويد ميل ده البستيريور ان في الكومنت بتاع الميل كان يقولك انها بيبع عندها تو سبيكيولز اهو هم دول يا دكتور دول كده اعضاء زكريا بيستخدمها دودة النيماتود في اسناء التزاوج دي كده اسمها تو سبيكيولز هم دول اللي موجودين في الكمنت هنا بقى عرفنا الكلام ده يبقى احنا يا دكتور عندنا دودة صفرة كاملة بتلمع اسكرز لمبريكويد النهاية ملفوفة ميل النهاية مفروضة في ميل لقيت منظر على الشريحة كده من بره قطعتين او دودة سودة فيها خطين صغيرين اسمها اسكرز لمبريكويد ميل بستيريور انت اسمها اسكرز لمبريكويد ميل ايه بستيريور انت حد عنده مشكلة في الكلام ده خش على اللي بعد دودة عبارة عن جزئين جزء خين وجزء ارفيع تبقى ترايكوريز ترايكوريا فاكرين لما جينا شرحنا الترايكوريز ترايكوريا كنت اقول لك الاسم التاني leha ايه كان اسمها ويب ويرم ويب ويرم يعني دودة شبه القرباج وقلت لك ان القرباج بيبقى جزءين جزء تخين بمسكه في ايدي جزء ارفيع بضرب بالحصار اهو دودة عبارة عن جزءين جزء تخين وجزء ارفيع دول مش دوتين هي نفس الدودة كده بس بيحضر حتة مينها خينة وحتة مينها ارفيع حتة مينها تخينة وحتة مينها ارفيع يبقى اسمها TRICORUS TRICORIA يلا مين الشاطر مين هيقولة فين الميل وفين الفيميل هنا في الترايكوريس بص على جوز التخين ملاكش دعب الجوز الرفية احنا بنعتمد التخيين مابنحبش الناس الرفيعين تمام التخين بص على النهاية بتاعتك لو لقيت النهاية دكتور فيها كويلنج هنا بص شايفين الكويلنج يعمل ازاي شايفين؟ بص 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 ده كده مش كويلنج بس الكويلنج وهو الاطمة دي طالما فيه المنظر الكويلنج يبقى دى ترىيكوري سترايكوريا ميل مفيش هنا منظر الكويلنج لا هنا ولا هنا يبقى دى ترىيكوري سترايكوريا في ميل طب خشي بقى يلا على الصور الاسم الايه العظيمة بص للاسف دى صورة موجودة في الداتا فانت محتاج تكبرها كده قد لها دي الجزء التخين وادى الجزء الرفايا على فكرا بس لافف على بعضه الشريحة لما التكسرت لافف على بعضه إذا كان هناك شيء مخطأ، وهذا invece هو الكيماوس وهذا عبارة عن جزء الرفيع هل هرينut اكتنا خاء 우리� Russia مستحظاً ترايكوريس ترايكوريا ميل طب بص كده بص هنا دود عبارة عن جزئين جزء تخين وجزء ارفيع الخطوط الرفيعة هي يبقى ده اسمها ترايكوريس ترايكوريا شايفين منظر الكويلنج يبقى ده ترايكوريس ترايكوريا ميل نفس الكلام دود عبارة عن جزئين جزء تخين وجزء ارفيع تبقى ترايكوريس ترايكوريا في كويلنج اه يا دكتوري يبقى ترايكوريس ترايكوريا ميل هل انت شايف كويلنج هنا? ليria دكتور لا الحضار. يجب ان تلقي اطمى جهة. حتى اختفاء ف loser هظر Night aqui. قد التعليج الناس حامل اطمى هنا столько دي انت خلىksi جزء الرفيع فقط على النهاية انا بונים ان تلقي و spot on all these cells هنا النهاية مفروضة وهنا النهاية مفروضة يبقى Trichoris trichoria في ميل لحد عنده مشكلة في الكلام ده نفس الكلام لحد عنده مشكلة في الكلام ده يا دكتور طيب عندي بقى الدودة دي شهيرة جدا دودة لونها أصفر وفيها منظر بين دول الساعة دودة لونها صفرة جواها بين دول ساعة دي اسمها Entropias vermicularis يبقى احنا بنعرف الأسكارز عن طريق بنعرف الأسكارز عن طريق يبقى احنا يا دكتور بنعرف الددان لحد الوقت ازاي دودة صفرة كاملة بتلمع دودة عبارة عن جزئين تخين ورفية Trichoris trichoria دودة عبارة عن لون أصفر وجواها منظر بين دول الساعة فين يا دكتور من دول الساعة اهو بص 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 عمود وفيه خط عمود وفيه قورة سوري عمودة اهو وفيه قورة تاح تحسنوا عنه زي منظر بين دول الساعة فاكرين مساء للفيزياء تحرج بين دول الساعة عشرين لفة في الثانية احسب صنعة الطيارة تفهمش كيف يعملوها ازاي يعني دي المهم دي كده اسمها ايه؟ ده منظر بين دول الساعة يبا دي اسمها انتروبياس فرميكولاريس دي اسمها ايه؟ انتروبياس فرميكولاريس لو جابلك الصورة دي كده تعرف تحدد داميل ولا فيميل اوعة 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 تفتي فين الميل وفين الفيميل والله العظم بعرف انا عارف حاجة؟ لا فبكتب أدلت لان انا مش جايب لي انها ما يمكن انها تانية ملفوفة لا يا دكتور انا هنا طالما دي ده مش كاملة اكتب انتروبياس فرميكولاريس ادلت انتيريور اند بتبع عبارة عن سيلندريكال وورم وبيبقى فيها الماوس فولود باي دبل بالبت اصوفيكاس منظر البندول الساعة ده اسمه دبل بالبت اصوفيكاس اسمه ايه؟ دبل بالبت اصوفيكاس خش علي بعده نفس الكلام دودة صفر جواها بندول الساعة انتروبياس فرميكولاريس اقل اعرف ميل ولا ميل؟ هل هو مديك الامكانية دي؟ لا هو مزواملك على الصورة يبقى عبارة عن أضلت انتيريور اند يبقى احنا عندنا الديدان الاستوانية في two اند فيه بتاعة الاسكاريس ودي بوستيريور اند ميل بوستيريور اند ودي بتاعة الانتروبياس دي أضلت مش عارف احد دي ميل ولا في ميل بس ده الانتيريور اند ده الحتة اللي فيها البؤ بتاعتها ده الموسهو والقتلي بينزل على الأصوفيكاس يعني celوكولوبل بلبض يعني تحس ان هو هكذا clarity منذر بين ذلك الساعة الفيضاء الخطر اللازق فيه كورة الخطر اللازق فيه كورة النا LEA يتركز ده كطير فذل يتركزkach عشان كده كتب لك تستس هنا النهاية مفرودة يبقى ده في ميل عشان كده كتب لك يوترس وفالفا حد فاهم اللقطة ماشية ازاي يبقى دي انتروبيا زرميكولاريز ميل انتروبيا زرميكولاريز في ميل ايه الكومنت بتاعها نفس الكومنت اللي فوق سيلندريكالورب ماوس فولد باي دبل بلبد اصافيكس كيف هي قوي كده عايز تكتب ان البوستيريور اند هنا كيرفد والبوستيريور اند هنا ستريت على عيني وعلى راسي زي ما انت عايز طيب بص على دودة دي يعني مش عايز اقول هاكسر القاعدة مش عايز اقول هاكسر القاعدة ولكن دي فيها اختلاف سيكة الدودة الاستوانية البنفسيجية اللي عند حضرتك هي الانكليستوما ديو 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 دو ديو 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 الدكتور حدا رف يا دكتور عن طريق النهاية التي تحت لو أردت أنها مدببة يعني انها مش مفتوحة مش واسعة يبقى دي في ميل افتكري دي عملها شبه حرف الفي في ميل يبقى يا دكتور دودة سطوانية بنفسيجية أنكليستومة ديوتينال النهاية مفرودة ميل النهاية تابرينج يبقى دي اسمها في ميل يبقى اسمها أنكليستومة ديوتينال ميل وفي ميل نعرفها ازاي يقولك انها سيلندريكال وورمو يعني سيلندريكال وورمو بتبقى لونها بينكش او بيربل زي ما انت عايز تكتب وهتقول يا دكتور ان الميل بيبقى عنده حاجة اسمها البستيريو الاند اللي هو بتاع الميل بيبقى في حاجة اسمها كوبيولاتري بيرزا هقولها لك دلوقتي صورة كاملة لوحدة لكن البستيريو الاند بتاعت الفي ميل تكون ستريت دايما البستيريو الاند بتاعت الفي ميل هنا ستريت تخيل اول مرة الستات تسلك ما حصلاتش ومش هتحصل تاني في الحياة عشان تكونوا عارفية هو شطر النيماتود الوحيد هو لنصف الفي ميل غير كده ما حدش له جمال عليه خلينا متفقين عمرهم ما كانوا ستريت غير في الوضع ده المهم يبقى يا دكتور اعضاء المحافظة على حقوق الاناس والستات والنسوان ما حتزعلوش لو أهزر بس ايه ما تركبونيش الترند المهم يبقى يا دكتور الددان لو دودة بنفسجية استوانية يبقى يسمعها انكليستوما ديودينال لقيت النهاية مفتوحة كده أو مفروضة ميل النهاية ستريت يبقى في ميل بتكتب سيلندريكال وورب اكتبها في سطر بنكش انكالر اكتبها في سطر تاني الميل هنا بيبقى عنده حاجة اسمها كوبيولاتوري بيرزا اللي في ميل البوستيريول اند بيكون ستريت طيب ايه بقى الكوبيولاتوري بيرزا ده جزء الميل الميل بتبقى عبارة عن حاجة اسمها انكليستوما ديودينال ميل بوستيريول اند اللي اسمها كوبيولاتوري بيرزا دي بتبقى عبارة عن ايه بتبقى لونها شفاف كده عاملة شبه الكيليا بص بص في المذكرة انت طبعا قريتها شبه الكلية لا هي شبه الكيليا بص بص اه شايفين المنظر عامل ازاي او تحس انها عاملة شبه الكيدني اللي خارج منها الرينا البيلفس وبعد كده مكمل بالايه باليوريتر لو لقيت المنظر ده بيسمها انكليستوما ديودينال ميل بوستيريور اند بنقسين كوبيولاتوري بيرزا تمام ده بيكون عبارة عن كوتيكولر اكسبانشن بيكون عبارة عن اكسبانشن كده يعني حتة وسعت في الآخر موجودة عند البوستيريور اند في بادي يبدال كومنت بتاحها ده بيعمر عن كوتيكولر اكسبانشن يبقى حتة كده من الجلد وسعت موجودة عند البوستيريور اند بان قوسين os-cfryios ان ت 있고요 وجاءت منظر سلاكة السنان ماyi أoming السلّكة السنان التي نستخدمها بعد الأكل هنا sim تم سلاكة السنان انكلستوم一定要 وجاءت منظر السلّكة السنان انكلستوم ία Puis ان تكون مثل ثلّد فع fou تجمعго ذكما معظم ولكن معظم مكملة الله او لو لقيتها المنظر عامل كده يبقى دي اسمها انكلستوما ديودينال فيلالي فورم لارفا او بيسميها ثيرد ستيج لارفا دي بتبقى عبارة عن الثيرد ستيج لارفا بتاعت الانكلستوما الكومنت بتاعها يقول لك انها بتبقى متغلفة التيل بيكون شاربلي بوينتد اند يعني بيكون عنيف جدا عامل زي السلاكة فعلا بالزبط ويقول لك ان السيلندريكا الاوسوفيجس بيبقى جواه اوسوفيجس يعني بيبقى واخد تيلة الجسم يعني مفرد ان هنا امشاية وهكذا نقول لك ان ساها الاوسوفيجس ثانett وبيبقى تاليبا واخد تلته الجسم اصلنا ان اخذ اثناء غ cinnamon لارفا بتبقى واخد نصغ الجسم يبقى منظر سلكة السنان او علامة الاكبر من اللي تحت دي اسمها انكليستوما ديودينال فلاري فورم الارب حد عنده مشكلة في الكلام ده طيب لما جينا خدنا احنا الديدان في الحتة دي كنت بقول لك ان انا عندي الديدان اسمهم هوك وورمز اللي هم الديدان الخطافية وكانوا عبارة عن دوتين اللي موجودة عندنا في مصر وفي الشرق الاوسط اسمها انكليستوما ديودينال واللي كانت موجودة في المناطق اللي موجودة ناحية امريكا اسمها نيكيتور امريكانيس هنا بقى هيش يقول لك على بق كل واحدة منهم يعني يقول لك البق بتاعها لو لقيت الدودة لونها بني وبقها مدور دي الانكليستوما ديودينال باكال كابسول البق هنا اسمه باكال كابسول هو بيشولك الحتة دي المفروض بس سامع ايه احوال شوي يبقى دي اسمها انكليستوما ديودينال باكال كابسول اسمها انكليستوما ديودينال ايه باكال كابسول حد عنده مشكلة في الكلام ده طيب لو لقيت الدودة لونها اصفر والبؤة بتاحها مثلس لقيت البؤة بتاحها مثلس يبقى دي اسمها بكالكابسول يبقى دودة بوني لها بكالكابسول دودة بوني لها بكالكابسول حد عنده مشكلتين في الكلام ده بس أوصف قوله الله يا دكتور ندي بيبقى لها لكن التانية بيبقى لها بس بكتبش أكتر من كده هو بيقولك بيبقى الانكليستومة ديودينال بيبقى الكابسول عند الانتيريور اند بيبقى اوفال انشياب والأبر مرجن بيكون فيها 2 بيرزوف تيث اهو هو المنظر ده دي كده هو مصورها لك بس بإلكتروم مايكروسكوب دي كده مصورها لك بإلكتروم مايكروسكوب قدي الفتحة المدورة او الأوفلا دي بيكون بك الكابسول وبيبقى فيه 2 بير يعني بير اهو و بير اهو من التيث لكن الناحية التانية يقول لك انها longer than broader longer than broader يعني مديها الشكل التريانجولور ده وبيقول لك ان الأبر مرجن بيكون عندها حاجة اسمها 2 بليت يعني دي كده اسمها بليت زي شفة كده ودي اسمها بليت شفة شوف المنظر بريليكتروم مايكروسكوب عامل ازاي يبقى ده يا دكتر الباككالكابسول بتاع الأنكليستوماديودينال بيبقى وبيبقى فيها 2 بير اهو تيث لكن ده المنظر بتاع النيكيتر امريكاناس باكالكابسول بيبقى تريانجولر انشيب وبيبقى فيها 2 ستسوف بليت يعني زي شفتين كده موجودين حد عنده مشكلة في الكلام ده اخر صورة يا دكتور عندنا في صور النيماتود وحتى في الفيديو ده واتشان خلاص نقفل على كده هي عبارة عن الدودة اللي قدامك دي دي كده اسمها سترونجيلويد استريكولاريس فلاري فورم لارفا سترونجيلويد استريكولاريس فلاري فورم لارفا شوف بقى عايز تشبهها بعلامة الاستفهام لو انت عايز تعملها عايز تشبهها بأي انكان شبهها زي ما انت عايز مش هكذا اختلف معاك في حاجة دي اسمها سترونجيلويد استريكولاريس فلاري فورم لارفا اللي هي ثرد استريجلارفا أوف سترونجيلويد استريكولاريس ده ده رقم سبعة دي بباش لها شيف وبتكون التيل بتاحها بيكون نوتشت شوية بيبقى فيه حتة نوتش كده هنا صغيرة كده والأصوفيجس هنا بيكون سيلندريكال بس هواخد نص الجسم يعني لو انا عايز تعمل الجدوى المقارنة كده بابين الانكليستوما ديودينال فلاري فورم لارفا والسترونجيلويد استريكولاريس فلاري فورم لارفا لو عايز تقررن في الأشكال بتبقى شبه خلة السنان أو علامة أكبر ملة تحت لكن دي بتبقى شبه علامة الاستفهام الاولى دي شيف دي ما عندها الشيف دي عندها شاربلي بوينتد اند هنا الاند بيكون في نوتش هناك القصوفيجس بيبقى سيلندريكال واخد نص الجسم بص على الصورة دي يا دكتور واعرفها كده ايه للاحتياط للأمان انا معرفش دي ممكن تيجي ولا لأ ولكن اعرفها زيادة طمأنينة لها اكتر ولا اقل اللي هو رابديت فورم أسوفيجس كلاب دي شيف دو أسوفيجس ده بتبالب دو أسوفيجس سيلندريكال أسوفيجس سيلور أسوفيجس اعرف بس كده المناظر دي وفرقهم عن بعض ونفهمش حاجة يعني بالمنظر اللي انت شايفه ده وتعمل تفريق كده مع نفسك احتياطي جات جات ما جاتش يباحنا ايه كده كده جبناها برضو في صور العمي خلصنا كده يا دكتور حصة جاية ان شاء الله هناخد السستود والإيج ويباحنا كده اقفلنا الهلمنت الفيديو اللي بعده ان شاء الله هيبالبروتوزوغ نقفله وتقفله سريع شوفكم على خير يا ولاد السلام عليكم